مساء الخير دخل لبنان فلك الصمت الانتخابي عاشية انطلاق المرحلة الاولى من الاستحقاق النيابي في الخارج يوم غد في عشر دول تعتمد يوم الجمعة عطلة نهاية الاسبوع وهي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والاردن والعراق وايران فيما تجري انتخابات غالبية المغتربين يوم الاحد المقبل في الدول التي تعتمد هذا اليوم عطلة نهاية الاسبوع وابرزها فرنسا وامريكا وكندا والامارات واستراليا والبرازيل ودول الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية واليوم تفقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاطي غرفة العمليات الخاصة بادارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي انشأتها وزارة الخارجية والمغتربين حيث اكد ان انتخابات المغتربين هي المدماك الاول في الانتخابات النيابية التي ستتم بنزهة وشفافية حكوميا وفيما لم يتبقى من عمر مجلس الوزراء سوى ايام معدودة ليدخل بعدها مدار تصريف الاعمال مع انتخاب المجلس النيابي الجديد عقد المجلس جلسة عادية في السراء وهي ليست الاخيرة اذ ستعقد جلستان اخريان في الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الحالي واليوم هو الخامس من ايار يوم وقف الامام السيد موسى الصدر امام الاف المواطنين الذين جاءوا من كل مناطق لبنان ليرددوا خلفه القسم في سور كي لا يبقى محروم او منطقة محرومة في لبنان من مدينة الشمس الى مدينة البحر ما زال القسم ساطعا ما زال الموج هادرا في سبيل لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه وانه لقسم لو تعلمون عظيمة